اذا انا خذنا نقوم باضافة بعض التحسينات على الكود الخاص في المستخدمين بشكل عامل سواء في عملية الضافة و عملية التحميل واحنا طبعا عملنا تست على البرنامج و شفنا انه هو بناء ان اتعلى عملية الاختبار مالتك المفروض ان تختبر البرنامج حاليا اثناء عملية التطوير من كل النواحي يعني و على هذا الاساس لما تظهر عندك اخطاف فتحاول انه تعالجها و مضمنها الاكسبشل طبعا من التحسينات المهمة لازم ناخذها بنظر الاحتبار في اي مشروع في اي بيانات نعامل معها هي مشكلة تكرار البيانات تكرار البيانات في الحقول المعنية فبعض الحقول ما تريدها انه تتكرر و منها معلومات المستخدم لما انت تسجد تسجيل الدخول مفروض انه بياناتك يونيك و مضمنها اسم المستخدم طبعا على هذا الاساس في البداية لازم انه نشيك انه بيانات اسم المستخدم هل هي موجودة فعلا في قاعدة بيانات فلم تكن موجودة نسمح له في عملية اضافة والتعديل و الا فراح نقل له اوكي ان البيانات هي مكررة اختر اسم مستخدم اخر قبل ذلك طبعا خلينا احدد هذه كلها و اذهب على فورمات و اذهب على سنتر انفورم و اجعلها في السنتر تماما و تبدي تضبط الهاريزنتل سبيسينج بين ذيس ايتم ثم على ذلك ابدي اتجاه على الافرا ميوزر اد و داخل عملية الاضافة هنا على عملية الاضافة يعني قبل انه بعد ما تعمل تشيك و تبدي تنفذ عملية الاضافة او الحذف هذي هذا الاف اللي هي خاصة في عملية اضافة والحذف فالمفروض انه هناك شك اخرى تبدي تبين لك او تاخذ بنظر الاحتبار عملية ايش اه تكرار البيانات طبعا على هذا الاساس انه عملية تكرار البيانات فهي راح تكون عندنا كالتالي فخلينا ناخذ ناخذ هذه كابي مثل ما هي موجودة اوكي ثم بعد ذلك نضحها هنا داخل الالس هنا راح اضع تعليق وقل هناك check naite data 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 اوكي عملية تكرار البيانات واضحة best اوكي ثم مع ذلك اقوم بالحذف هنا حذف هذه البيانات وبالنسبة للcatch multi طبعا اني مبدئيا احتاجها فيما اذا كانت عندي اخطاء في الاتصال في قاعدة البيانات فطبعا على هذا الاساس راح ابدأ اعرف متغير محل يسمي data سمي بيانات هو راح يساوي لك db.tbsusers.sh.select or.where. اوكي احنا نريد نعمل select فيما اذا كانت القيمة اوكي انه في عملية select عندما تكون user name ساوي user name. فهذا معناه انه duplicate بنسبة لي الديرة. فعلى هذا الاساس راح اقل له x بحيث x.sh.username هو راح يكون مساوي لي الى ايش الى user name. اللي هو طبعا جايني من edit text full name or username dot text طبعا. اوكي? طبعا على هذا الاساس انه تقوم بعملية التحويل اي عملية التحويل نفترض ان هي listة راح تكون عندنا وعلى هذا الاساس نبدي نشيك عليها. فهسا الان في ماذا كان user name هو يساوي لي edit text username. اوكي? فبعنا ذلك انه الديرة ما راح ترجع لي null. فراح ابدي اعمل check. اوكي? راح ابدي اقل له هنانا if data is not null. يمكن تكون عندنا بهذا الشكل. يعني لم تكن فارغة. يعني معنا ذلك انه هو عمل select. فمعنا ذلك انه عدي هنانا duplicate data او repeat data. اوكي? هل تكون عندنا duplicate data اوكي? انه عدنا بيانات مكرر. وبخلاف ذلك فانت طبعا تقوم في عملية الاضافة والتعديل بشكلها احتيادي. طبعا عملية الاضافة والتعديل مثل ما تشوفها الان هي هذه موجودة عندنا ااخذها اه كترة الاكس. بسي ما هي موجودة بدون اي اختلاف. واضحها داخل ال else هنا مثل ما تشوف. add or edit. check for add or edit. ثم عذلك تعمل هذه العملية. طبعا فيما اذا فقد الاتصال فرح يعرض انه هذا الخطأ اللي انت تلاحظه الان امامك. اه اذا هنانا اه مبدئيا اذا كانت البيانات مكررة فالمفروض انه اعرض رسالة تفيد انه البيانات مكررة. فخلينا اخذ هذه كترة الاكس مبدئيا. ثم عذلك اقوم بعرض رسالة. او يمكن ان اقوم بعرض رسالة مباشرة ما تحتاج الى اي تفاصيل اخرى. اقل لدوت شو بالنسبة انه عدك البيانات. اوكي. البيانات مكررة. اوكي. لا يمكن. لا يمكن اجراء العملية. اوكي. العملية. فالان خلينا نعمل تست على البرنامج ونتأكد فيما اذا كانت هذه تشتولدنا بهذه الطريقة او في اختلافات. خلينا نعمل الستارت. ابنتج على المستخدمين. نقوم باضافة بيانات جديدة. نحتبر عدنا اليوزر اي كلمة السر. طبعا احنا تشيكنا على اليوزر. اوكي. على اسم المستخدم يعني. هنا عدنا الاسم. اسم المستخدم هذا الحق للمعنى الخاص فينا. الصلاحية عدنا مدير ثم عذلك اضافة. مثل ما اشاهد الان عدنا البيانات مكررة لا يمكن جراء العملية. اعتقد عدنا مشكلة في عملية التحديث مبدئيا. انه في مشكلة في الشرط. ده يقرأ انه البيانات مكررة. والي هي فعلا غير مكررة. ده يشتغل عكس الشرط تماما. اوكي. بخلينا نرجع على الكود. اه خلينا اه مثلا نقوم بالتجربة على اساس يكون عندنا او one elements. اه فبالتالي نقل ال dot first or default. يعني معنا ذلك انه يرجع عنا اه elements واحد في حق الواحد. وبالتالي فبالتالي راح تصبح عندك هذه البيانات اه هي مسندة الى اه يعني على عملية تحديد واحدة. احنا في الاساس شركنا على اساس انه تكون ال data data هنا عندنا is not known. لم تكون فارغة. اه فهذا على اه على اساس انه هي w data. وبخلاف ذلك نقوم في عملية الاضافة. خلينا نجرب على هذا الشيء ونشوف انه هل يعمل شك او لا. مثل الشيء مقابل عملية اضافة مستخدم مثلا نقل لهنا b. اوكي. ثم على ذلك اضافة. مثل ما الشاهد الان تمت عملية الاضافة بنجاح. اوكي خلينا نضيف ال b نفسيتها ونتأكد انه هل يعطينا رسالة او لا. اوكي. نقل لهنا اضافة. مثل ما الشاهد الان البيانات مكررة لا يمكن اجراء العملية. طبعا هذا الشيء تبدي تاخذه بنظر الاحتبار جميع البيانات المكررة. يمكن تعملها بهذا الشكل. كانت المشكلة انه dot to list. ولستة ترجع عنا بيانات على شكل لستة. وعلى هذا الاساس راح يبدي يحم يعني يعمل لود هو. فبالتالي انطلق على هذي اول واحدة. اوكي. او الا فانت راح تبدي تجرع عملية الاضافة والتعديل بشكلها الاحتيازي. اذن تقريبا الان لحد الان كود عندنا ما فيه اي مشاكل من حيث عملية اضافة تعديل حذف البيانات المكررة. فاصبح جاهز الى انه احنا نقوم باستخدامه في التامبليت الاخرى.